انت عارف يا دكتور ان انا ممكن ابطل مخدرات في اي وقت? بصراحة انا عارف كل حاجة. هنتكلم في الموضوع ده بس بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم. احيانا كتير جدا الناس اللي بتبقى محتاجة مساعدة بترفض المساعدة لانها بتبقى عايشة كده في خدعة كبيرة. يعني ممكن الانسان بيخدع نفسه وبيبقى اه في ورطة وفي ازمة ومفروض ان هو يروح يطلب المساعدة لكن لانه بيخدع نفسه فما بيبقاش قادر ان هو يطلع من الورطة اللي هو فيها. يعني هو الانسان بيخدع نفسه اه بنفسه. واحدة من اكبر الخدعات اللي بتبقى موجودة في اه في الناس اللي مصابة بمرض الادمان اه فكرة ان انا ممكن اقدر ابطل في اي وقت. الخدعة دي خدعة مكرة وخبيثة بتفكر الانسان ان هو اللي مسيطر على المادة المخدرة. في حالين ان في واقع الامر طول ان انت لسه بتاخدها لغاية دلوقتي. ده دليل على انك مش قادر تبطلها. لان احنا كده احيانا كده بنقول كده معلومة صغيرة وهي ان المادة الادمانية لما بتضرب عضو في الانسان او بتضرب جهاز في الانسان فهي بتضرب الجهاز الاراضي. بتضرب جهاز الاراضة في الانسان. فعلشان كده فكرة ان انا اه اقدر ابطل في اي وقت دي واحدة من اكبر الخدعات اللي الانسان المدمن بيقولها نفسه واللي بتمنعه من ان هو يروح يطلب المساعدة فورا. وده بيوصلنا للنقطة التانية. النقطة التانية وهو ليه الانسان بيقول كده يعني ليه المدمن او الانسان المصاب بمرض الادمان بيعتقد ان هو يقدر يبطل في اي وقت. لأسباب كتير. واحدة من ضمن الاسباب دي وهو يا دكتور انا مش مستمر على المادة دي انا بخدها تفريح. انا بخدها في المناسبات. كلي فين وفين. في الافرح فقط. بص يا دكتور انا بخدها كل يوم خميس. لأ انا بخدها لما يبقى معي فلوس. انا مش بخدها اساسا. ده بيتعزم علي بيها. كل دي مبرغات. علشان بنخدع نفسينا زي ما انا قلت. وبنعتقد ان احنا آآ مصريطرين على المادة في حين ان العكس هو الصحيح. والنقطة دي مهمة لان في من جزء التعريف بتاع الادمان آآ بما فيه التعريف الاكاديمي العلمي. ملوش علاقة خالص. انت بتاخدها كل قد ايه المادة المخدرة دي. ملهاش علاقة خالص. انا بخدها كل اسبوع بخدها كل شهر بخدها كل يوم ويوم. على حسب ما زميلي يعزمني. الجزئية دي مش موجودة من ضمن تعريف الادمان. طول ما حضرتك بتاخد مادة آآ مؤثرة على الحالة الذهنية. بتاخدها بدون اشرف طبيب. بتاخدها وانت عارف الاضرار بتاعتها. ومش قادر انك تبطلها. او بتاخدها بجرعات اكبر من الوصفها لك الدكتور. كل ده بيدل على ان انا عندي مشكلة. والمشكلة دي اسمها الادمان. فاكرني ان انا باخد المادة دي تفريح او في المناسبات آآ مش معناها ان انا مش مدمن. لا في احتمال كبير جدا جدا جدا. ان انا آآ فقدت سيطرة على المادة. وبالفعل انا محتاج آآ مساعدة. واحدة تانية من ضمن الخدع اللي اللي احنا بنخدع بيها نفسينا وهي. بص يا دكتور آآ انا مش مدمن بدليل ان انا ما عنديش اعراض آآ انسحابية. الحكاية دي فكرة علمية لذيذة. آآ فكرة ان المادة الادمانية هي المادة اللي انا مش بقدر ابطالها بسبب بسبب الاعراض الانسحابية. وهي برضو فكرة خادعة. ليه? لان فكرة الاعراض الانسحابية او دي 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 ده عرض واحد فقط من من عشر احداشر عرض لتشخيص مرض الادمان. ثانيا تكون ان المادة آآ مالهاش اعراض انسحابية او حضرتك ما بتحسش باعراض انسحابية ده لا ينفي ان المادة مخدرة وليها تأثير مدمر على حياتك او على القدرات الذهنية والعقلية بتاعتك او على وظائف جسمك. ودي بنشوفها كتير جدا في الناس اللي بتاخد حشيش. بيعتقدوا ان الحشيش علشان ملهوش اعراض انسحابية يبقى بالتالي هو مش مادة آآ آآ ادمانية. لا هو مادة ادمانية. مش بس لان كل الكتب قالت كده. مش بس ان جامعية الامريكية اللي الطب النفسي قالت كده. والغاية دلوقتي بتعتبره من ضمن العشر مواد المخدرة او ان منظمة الصحة العالمية بتعتبره آآ كذلك. لا لان احنا كمان بنشوف الممارسة بتاعتنا بنشوف التأثير المدمر للحشيش آآ على القدرات العقلية. مش عايز ابقى متجاوز. مش عايز ابقى اني بنشر الرعب. لكن بالبلدي كده لو انا باخد حشيش هخلي بالي ان بالبلدي كده مخ هيتلاحس هيتلاحس. على حسب القابلية بتاعتي للحشيش. في ناس من اول آآ من اول جرعة او او من اول سجارة بتدخل لنا كده في في اضطراب نفسي. وفي ناس مع الاستمرار على جرعات كبيرة او على فترات طويلة بتدخل في اضطراب نفسي. فدي مسلا مادة من ضمن المواد. وملهاش انت بتعتقد ان ملهاش اعراض انسحابية. فهي مادة ادمانية بكل المقايز. وفي مادة تانية برضه نحس انها ملهاش اعراض انسحابية. وهي المهلوسات او يعني انت دخلت في حالة من حالات الهلوسة. وقدرتك العقلية مبئتش اا آآ ادر اتميز ما بين الحقيقة والخيال والواقع والخيال. وجاي بتقول لي بعد كده اصل انا لما بنتهي مفعول المادة المهلوسة دي انا مش بدخل في اعراض انسحبية. ما دي يا فندم دي خضعة اكبر. يعني انت مش قادر تميز ما بين الحلم والحقيقة. مش قادر تميز ما بين انت عايش ولا مش عايش. ده مش مادة ادمانية. اوكي مش عايز تسميها مادة ادمانية ما تسميهاش مادة ادمانية. لكنها سم. لكنها آآ آآ مادة بتلحس العقل. فيكون ان ملهاش اعراض انسحبية ده لا ينفي عنها انها مادة خطر. وان آآ ممنوع ان احنا ناخدها تحت اي حال آآ من الاحوال. خضعة تالتة من الخضعة بتاعت الادمان وهي يعني هي جات علي انا. ما كل الناس بتاخد. مش عايز يعني يعني آآ يعني اقول لحضرتك ان يعني ده مش مبرر. يعني لو كل الناس بتسرق. فانا لما لو انا سرقت معنى كده ان انا مش حرامي. لا يا فندم لو كل الناس بتسرق او سرقت زيهم انت وكل الناس بيقيتوا حرامية. فمالهاش علاقة ان كل الناس بتاخد الموضوع الفلاني. مش مش معناها ان كل اللي اللي فيجي لي لابد ان هما يعدوا على المادة الادمانية دي. لا مش مزبوط. مش معناها ان كل الشباب اللي في سنة بياخدوا كده فانا لو آآ آآ اخدت زيهم معنا كده ان انا مش مرود من لا يا فندم مالهاش علاقة. كلهم بياخدوا لانهما غلطانين ومحتاجين للمساعدة. وهما آآ الخوف انهما يكونوا واقوا بالفعل تحت سيطرة المادة الادمانية دي. ولو انت اخدت زيهم في احتمالية كبيرة جدا ان نساءاتك تبقى مضمنة. تمام? فبلاش نخدع نفسينا بفكرة ان كل الناس بتاخدوا. انا لازم آآ ساير الموضوع. ولازم امشي مع الشلة اللي انا ماشي آآ معاها. خدعة تانية من ضمن الخدعة وهي يعني اتمنى ان يكون الهدف من الفيديو ده ان احنا نوسع مدركنا شوية يعني ما نحبسش نفسينا في فكرة آآ واحدة. الخدعة دي بتقول آآ مين قال ان هنفترض ان في ان المخدرات آآ حرام وان الحشيش حرام. وان الافيون حرام وان الترامدول حرام. والبري جابلين بحكم القانون وبالصحة بقى حرام. آآ لكن في مواد تانية عادي جدا ان احنا كلنا بناخدها ومش حاسين بيها. حصد لكم لما اقول ان في مادة بتبقى كلنا بناخدها او بنضعطاها. خلاص لكنها للأسف الشديد موجودة في الجدول للمواد الادمانية المؤثرة على الحالة الذهنية والعقلية. المادة دي هي الكافايين. وايوة زي ما حضراتكم سمعتوني كده الكافايين. الكافايين اللي احنا لسه شربينه في الشاي وفي البن وفي القهوة سريعة الذوبان وفي المشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ودي فكرة يعني شديدة الخطورة. ما بين ان انا بالبلد كده كل حاجة في حياتي تتسمى وتتحول الى مادة إدمنية وما بين اني استهن بان آآ اعادة يا فندم ما كل الناس بتشرب شيء ما كل الناس بتشرب ببن Fernando لكن في واقع الأمر مادة الكافيين موجودة برضو من ضمن المواد للتسهيل في الفيديو والتسهيل في التواصل المجتمعي أو من ضمن المواد الإدمانية اللي موجودة سواء جوة الجماعية الأمريكية للطب النفسي أو على مستوى العالم جوة منظمة الصحة العالمية في التقسيم الحداشر للأمراض وفيه من ضمن التشخيصات السمية أن أنا دخلت في حالة سمية بالسبب أني أخدت كميات زايدة من الكافيين وليها أعراض انسحابية للناس اللي بتسأل على الأعراض الانسحابية وليها لهفة للناس اللي بتتكلم عن أن المادة الإدمانية لابد أن يكون لها لهفة وأن كانوا الشرط لأنه زي ما احنا شفنا أنه في مواد إدمانية ما لهاش لهفة وإن كان يعني الأمريكان عملوا حركة عجيبة جدا وغريبة جدا بخصوص المادة دي وهي أنهم هي دي المادة الوحيدة الأمريكان حددوا لها حد كده 250 ميلي جرام حتى ما حددوش في إيه يعني بس آخر جوة أخدتها تجاوزت 250 ميلي جرام يبقى أنا كده ينطبق علي تشخيص المواد المؤثرة على الحالة الذهنية المثلون 50 ميلي جرام دولار يطلعوا قد إيه للأمانة مش حارف أحددهم يعني مش حارف أحددهم أنت بتاخدهم قد إيه لكن لما أنا فتحت موضوع الكافيين دلوقتي سواء من النحية العلمية أو من النحية اللي أنا ممكن أحسها كده لما أنا مثلا أبقى صايم أو داخل كده يعني ما أخدتش جرعة بتاعت الصبح بتاعتي ما شربتش فنجان البني بتاعي أو ما شربتش فنجان الشاي بتاعي فبقى متوتر وألقان ومتدايق وخلق دايق بيفتح معنا موضوع كبير جدا وهو إن مش شرط إن المادة الإدمانية تبقى مرفوضة مجتمعيا مش كون إن المادة مقبولة مجتمعيا ده بينفي عنها السمية أو بينفي عنها إنها مادة إدمانية مش كون إن الحشيش مثلا حيتبع عادي دلوقتي في كندا أو بيتشرب في هولندا ينفي عنه إن هو مادة مخدرة مش كون إن فيه مثلا في بعض الدول في بعض المسلا الإنقاط كون إن هو مثلا مقبول مجتمعيا في بعض الدول ده بينفي عنه إنه مادة مخدرة أو إن إحنا كل ده بنشرب شاي فهنفترض مثلا دخلت كافي لقيت مثلا تلاتين أربعين واحد كلهم بيشربوا الكافي القهوة بتاعت الكافي ده أو ممكن ألاقي واحد منهم مضمن كافيين ومحتاج مساعدة فكون إن المادة مقبولة مجتمعيا ده مش معناها إنها سليمة أو إن حضرتك مش مدمن وده برضو بيوسع معنا نتطاق المواد المقبولة مجتمعيا أو المواد اللي أنا مش واخد بالي منها لإن منظمة الصحة العالمية وعلى فكرة إحنا بنشوف بعض الناس الأشخاص دي حطت من ضمن المواد الإدمانية بالرغم من إنها مش بتؤثر على الحالة الذهنية والعقلية حطت منها مثلا من ضمنها مضادات الحموضة أيوة مضادات الحموضة في ناس ما بتقدرش تعيش غير بأدوية مضادات الحموضة حتى ولكنت هي مش محتاجاها حتى ولكنت التشخيص الطب يا فندم أنت مش محتاج أو الناس اللي مدمنة على الفيتامينات أو الهرمونات ودي على فكرة بنشوفها أو الناس اللي مدمنة سلوكيات بتساعد في علاج الإمساك ففيه إدمان لمواد شكلها بريء جدا يعني شكلها بريء جدا لكن في واقع الأمر هو سلوك إدماني وهو سلوك محتاج للعلاج لإني لو أنا مش قادر إني أمتنع عن شراء المادة دي أو أعيش حياتي من غيرها فأنا واقع تحت سيطرتها وأنا واقع تحت سيطرة الإدمان وعلشان كده إحنا ممكن نلاقي مثلاً اثنين ثلاثة دخلوا سيدلية واحد مثلاً بيهمس للدكتور بيدور للصيدالي بيدور على حبية ترمدول بفرض أن لسه الأدوية بتتبع جوه سيدليات يعني بيقول له عايز حبية ترمدول واحد تاني معاه رشدتها عليها بري جابلين اللي وزارة الصحة المصرية منعته الخميس اللي فات واحد تالت داخل يشتري شريطين ريفو ورابع بيشتري شوية فيتامينات وهرمونات علشان البودي بيلدينج بتاعه بفرض أنه بياخدها للبودي بيلدينج مين فيهم بيبقى مدمن ومين فيهم مش بيبقى مدمن كلهم ممكن يبقوا مدمنين وكلهم ممكن ميبقوش مدمنين على أي يعني السؤال هو إلى أي مدى أنا وقع تحت سيطرة المادة دي إلى أي مدى أنا مش قادر أعيش حياتي غير بالمادة دي وردين لبالكم بفرض أن أنا بعيش بالفعل مش أن حياتي اتدمرت وده بيوصلنا لنقطة تانية وهي نقطة مهمة جداً وهو أن الإدمان مش مادة فقط الإدمان مش مادة فقط وما للإدمان إيه؟ الإدمان سلوك كمان لأن في حاجات إدمانية كتيرة جداً ما بتظهرش في التحاليل يعني في حالات إدمان عمل آآ في الناس والوركهوليكس دولا آآ موجودين وأنا تقبلت مع شخص منهم آآ بالفعل آآ كانت حالة يعني مثيرة للانتباه يعني آآ ففي ناس مدمنة عمل آآ في ناس مدمنة عمل آآ في ناس مدمنة تسوق آآ في ناس مدمنة تسوق حتى لو كانوا لفظين دولا الوركهوليكس والشوبهوليكس آآ مش موجودين جوه الكتب أو مش موجودين جوه التشخصات العلمية لكن إحنا بنشوف التأثير المدمر ليها آآ في الممارسة بتاعتنا وفي الشغل بتاعنا آآ اللقاء آآ موجودة جوه الكتب وبنشوفها يوميا في الممارسة النظام يعني الامريكان حطوا من ضمن الممارسات لإدمانية اعتبروا الامار نوع من انواع الممارسلات الادمانية وطلعوهم من الشابتر بتاع الاضطرابات الاندفاعية مثلا انا بسا يعني دي ترجمة بتاعتي وحطوها في الشابتر في الفصل بتاع الاضطرابات الادمانية ونظامة الصحة العالمية بقى حطت من ضمن الاضطرابات الادمانية والسلوكيات الادمانية ادمان الجيمينج الالعاب وقسمتها نوعين ادمان الالعاب الالكترونية اونلاين اللي على النت وادمان الالعاب الاوفلاين يعني اه ده مسلا ده سلوك ادماني ملهوش تحليل لكن في نفس الوقت ليه تأثير مدمر على الحياة الانسانية وتأثير مدمر على العلاقات وتأثير مدمر على كل مستقبل الانسان اللي واقع تحت سيطرة السلوك الادماني ده انا حاليا معي اتصال تليفوني من اب بيشتكي ان احنا لسه وشفناهوش يعني بيشتكي ان ابنه ما دخلش الامتحانات السنوية دي امتحانات سنوية عامة لانه قاعد يلعب باب جي جالس دي تكون مثلا اول شكوى انا اسمحها في المجتمع بتاعنا او على مستويه انا الشخصي بس موجودة يعني يمكن تكون موجودة في مجتمع تانية او مع بقية الزملاء فزي ما حضراتكم شايفين كده ان القصة ممكن يبقى فيها خدعة كبيرة جدا وممكن اضحك على نفسي بحاجات كتير جدا ممكن اضحك على نفسي انا ما حصل ليش حاجة ما انا اخدتها وما حصل ليش حاجة وهي دي المشكلة ان مش شرط الدمار يحصل دلوقتي مش شرط ان جسمك يتهاوى واعضائك تفسد بسبب المخدرات اللي انت بتاخدها دلوقتي ممكن تحصل للسنة الجاية اللي بعديها فليه فليه انا افرط في الصحة بتاعتي وافرط في النعمة اللي عطها لي ربنا علشان باخد مادة انا فاكر ان انا مسيطر عليها لكن في واقع الامر انا اللي فقط السيطرة بتاعتي عليها اتمنى اني ما كنتش طولت على حضراتكم الهدف من الفيديو ده وهو اننا نوسع مدركنا شوية ومنبصش على ان المخدرات هي بس الحاجات اللي تطلع في الافلام هيروين افيون مش عايف ايه لا في مواد ادمانية تانية وفيه سلوكيات ادمانية تانية مش بس المخدرات والمواد الكيميائية يعني سلامة حضراتكم الف سلامة دي مش نهاية الفيديو مش نهاية الكلام في موضوع الادمان لكن لو انا حاسس اني فقد السيطرة على سلوك مدمر في حياتي معين اتمنى من كل قلبي ان احنا نجري ندور على مساعدة بشكل او باخر شكرا ليكم وسلامتكم الف سلامة